الإمام الصادق عليه السلام في الواقع كان هو محرك ثورة زيد ثورة زيد كان التخطيط والتحريك وكذا كل من رأس الإمام الصادق عليه السلام شلون؟ لاحظوا أولاً الإمام عليه السلام كان الشيعة أن تعرفون الثورات مو ثورة ولا ثورتين بعد كربلاء كل يوم شخص يخرج بثورة وفيها الثورات الصادقة وفيها الثورات الكاذبة وهناك ثورات خرجت باسم الإمام الصادق كثورة الغلاة ابن أبي الخطاب لعنة الله عليه والإمام بريء منهم ولذلك الشيعة كانوا يسألوا الإمام الصادق نخرج مع زيد؟ الإمام يقول نعم خرجوا خرجوا مع زيد ولما حصلت الفتنة وانشق الناس حول زيد الإمام الصادق أصدر كلمة قال بريءت ممن بريء من عمي زيد أي واحد يتخاذل عن زيد أنا بريء منه إذن الإمام عليه السلام كما شجع الشيعة أيضاً أعلن موقفه الداعم من زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه ولما استشهد زيد الإمام ما وقف ساكنة لا الإمام قام بعدة أمور الأمر الأول أن الإمام عليه السلام دفع الشبهات عن زيد صارت الناس تتناقل مثلاً شبهة التي أثيرت أن زيد كان يدعو لإمامة نفسه وهذا الذي فهمه الزيدية وجعله من زيد إمام لأنهم رأوا أنه هو الذي خرج فهو أحق بالإمامة بينما الإمام عليه السلام يقول رحم الله عمي زيد فلقد استشارني هذا ما أطلع إلا بأمري أنا الذي أمضيت له هذه الثورة جاء إلى واحد قال لأن زيدان خرج على إمام زمانة فلقى حتفه قال له ويحك رحم الله عمي زيد لا تقل زيد خرج فلقد كان عالماً صدوقاً وليتني يقول صلوات الله فلقد كان عالماً صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه بل دعا إلى الرضا من آل محمد ولو انتصر لوفى بما عاهدكم عليه يعني كانت ثورة زيد هي في الواقع ماذا؟ إرجاع للناس إلى الإمام الصادق عليه السلام ثورة زيد كان الهدف منها إقصاء بني أميه وإرجاع الإمام الصادق عليه السلام إلى مكانه وإلى مقامه الذي يستحقه ظاهراً إذن الإمام صلوات الله عليه جاء يدفع هذه الشبهة بل الفضيل بن يسار الفضيل بن يسار هذا من أعظم أصحاب الإمام الباقر وثم لازم الإمام الصادق دخل على الإمام بعد وفاة زيد قال له يا فضيل خرجت مع زيد؟ قال له نعم وقتلت ستة أشخاص قال له شوف الإمام يريد يختبره قال له لعلك شاك في دمائهم يعني تتشك لعله هذه الحرب ما كانت مشروعة لعلك شاك في دمائهم قال له مولاي لو كنت شاكاً ما قاتلت لو أنا شاك ما خرجت قال الإمام عليه السلام ليتني كنت مع تلك الدماء رحم الله عمي زيد فلقد مضى شهيداً كما مضى علي بن أبي طالب وأصحابه إذن الإمام عليه السلام تصدى لدفع الشبه عن زيد بن علي اثنين الإمام كان يتفحص يتفحص العوائل عوائل الشهداء الذين قتلوا بين يدي زيد يقول أحدهم يقول أنا فقط أعطاني الإمام ألف دينار كنت أدور علي وكان هذه خطيرة خطيرة زيد يخرج الآن على السلطة وهذا يدعم عوائل الشهداء وعذلك الإمام كان يدعم تلك العوائل يدعم تلك الأرامل تلك اليتامة بأمواله صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة الإمام وقف أمام بعض أعداء زيد أكو واحد اسم الحسين أو حكيم ابن العباس الكلبي عليه لعائن الله هذا تعرفوا أنت قضية الإمام المهدي عجل الله وفرجه الشريف تحركت بشكل كبير بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام بعد عاشورة حركت قضية الإمام المهدي وصار الادعاءات المهدوية بدأت وانت تشوف بني العباس استغلوها سموا شخص بالمهدي والدعاء المهدوية فيه وأحد أولاد الإمام الحسن صلوات الله عليه محمد بن الحسن هذه القضية جاء بعض المسلمين حاول أن يطبقها على زيد حتى ماذا يدعم حركة زيد هذا لما رأى زيد مصلوب صار يستهزئ وأنشد أبيات يقول صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم أرى مهديا على الجذع يصلبوا وقستم بعثمان عليا سفاهة وعثمان خير من عليا وأطيبوا الإمام بلغها الكلام هذا كلمة مؤلمة وإذا بالإمام يرفع يديه ويقول اللهم إن كان عبدك كاذبا فصلط عليه كلبك يقول الرواية فخرج اللعين في أزقة الكوفة فصلط الله عليه أسدا أكله إلى النار وبئس القرار إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما كان موقفه من زيد موقف سلب لا لا نقول أن المحرك لثورة زيد هو كان الإمام الصادق أن الذي يتابع شؤون ثورة زيد كان الإمام الصادق صلوات الله عليه فالإمام عليه السلام كان له تحرك سياسي وكان يهدف إلى أسقاط بني أمية ولكن بطريق غير مباشر عن طريق زيد رضوان الله تعالى عليه ترجمة نانسي قنقر